من إدارة المنافسة وحماية المستهلك وقمع الغش بوزارة التجارة والسياحة بالتعاون مع السلطات الإدارية والأمنية بولاية واكشود الجنوبية تقوم بمصادرة كميات كبيرة من فاكهة المانغو مغلفة بمواد السامة في السوق المعروف محلياً بسوق مسجد المغرب فقد أدى المدير العام لإدارة المنافسة وحماية المستهلك وقمع الغش للموريتانية بتصريح أوضح فيه ملابسة هذه العملية الخطرة كما شكر السلطات الإدارية والأمنية بالمقاطعة على تعاونهم الذي مكن من تحقيق هذه العملية النوعية هذه العملية بلقتنا معلومات من مندوبتنا على مستوى ولاية العصابة أن نفهم شيء من منغو أنه يدار عليه شيء من قاز الساليمون اللي متعلق أساساً بسودير ولأن هذه العملية قسمين هو خارج شيء من منغو شيء من شفر مالي شيء طيب طبيعي وخارج نوعية منه يجي خضراء وخضراء حتى عادوا يعدلوا هون التيفاء يشروه بشي ما هو وعر ويقبضوه ويدرعوا لهذا القاس الخطير ويعلبوه كيف تلي شفته لأن عاد اليوم مع صباح انطلقت تصلنا بسلطات الإدارية وسلطات الأمنية جزاها الله خير على مستوى الميناء خصوصاً مفوضية سوق المغرب وعلمناهم أننا الآن ماشيين بذلارعنا بالباسنا لأن كاننا نشوفوا القضية كان نكتشفوه قبنا بشينا واكتشفنا أماكن اللي فيهم بلقنا السيد الحاكم وسلطات الأمنية وجاووا معنا وصادرنا ذلك اللي طرعوا فيه الكمية اللي صادرنا عند الناس مكان جريمة المدير دعا المواطنين إلى التعاون مع السلطات العمومية للتبليغ عن أي مادة منتهية الصلاحية أو مضرة للصحة قبل استعمالها نظراً لخطورتها على الصحة العامة هذا رواية خطيرة أو جريمة لأن ما يالله رقاشي ما هو طيب عدل له ذات شكل من التفرصي اللي مهان خطيئ وذل اللي الخطير هو مجتمعنا اليوم أن ياسر مذي الأمراض وياسر مذي المسايل ناجم الله عن هذه المسألة اللي اللي يعدل ولا يالله أي موري تاني يقبل هذه القضية وهو منقو جاك تفهم الناس ما هو منقو كامل منقو نوعيتين خارقة نوعية منه طايبة وبعض حطيبها وخارقة نوعية منه اللي هي هذه اللي تشوف الدور التي تكتشف قاعدة طيابها ما هو طبيعي وعادة تودم اللي فيها أنواع بيط شوفونها ما هي نمو فارسية طيابها ما هي رواية صالحة واللي طالبين بالمواطن العسو هذه مادة خطيرة وطالبين من ذو كلاء كلي مارسوا ذي الشكل من العمل إنهم إن شاء الله بدرنا لعقوبة اللازمة حسب القانون وتدخل هذه العملية ضمن سياسة الحكومة الرامية إلى رقابة كافة نقاط البيع ومختلف المحلات التجارية لتطهيرها من هذه المواد التي لا تصرح للاستهلاك والضارة بالصحة العامة